السلام عليكم يعطيكم العافية انا الاستاذ نور الدريس ان شاء الله اليوم راح نحكي عن درس معامل الارتباط بيرسون لطلاب التوجيه الادبي بداية في عندنا قانون هذا القانون بالنسبة لنا حفظ عشان نقدر نحسب معامل الارتباط بيرسون بداية احنا منرمز لASTCal R ارتباط بيرسون هي عبارة عن مجموع هذا الرمز بالنسبة لنا رمز المجموع سين ناقص سين بار ضرب صاد ناقص صاد بار سين بار رمزنا لها للمتوسط الحسابي بالنسبة لنا على جذر التربيعي لمجموع سين ناقص سين بار تربيع ضرب مجموع صاد ناقص صاد بار تربيع طبعا هذا القانون بالنسبة لنا كيف نستخدمه في حل المسائل المتعلقة بمعامل الارتباط بيرسون بداية نصيغ السؤال بتيجي عندنا إما بعطيني جدول جاهز وأنا من خلال هذا الجدول بوجد هاي القيم وبعوض في القانون مباشرة أو بعطينا مجموع سين ناقل سين بار مضروبة في صاد ناقل صاد بار وبعطينا مجموع السين ناقل صاد بار تربيع وكذلك الأمر صاد ناقل صاد بار تربيع بتبقى علينا تعويض بشكل مباشر في القانون نشوف الحالات اللي ممكن نشوفها في الأسئلة المتعلقة بمعامل الارتباط بيرسون بداية لو طلعنا على المثال الأول بحكينا احسب معامل الارتباط بيرسون للجدول الآتي معطينا قيم سين وقيم صاد هاي سين الاثنين الخمسة الثمانية السبعة الثلاثة عشر صاد ستة ثمانية تسعة عشر وسبعة معطينا قيم سين وصاد وطالب منا نحسب له معامل الارتباط بيرسون رمزنا له بالرمز راب النسبة لنا أول خطوة في الحل اللي بنعملها وأهم خطوة هي عبارة عن إيجاد سين بار اللي احنا رمزنا له للمتوسط الحسابي هاي عشان نقدر نوجدها سين بار بحكينا هي عبارة عن مجموع قيم سين على عددها يلا نشوف كيف بدنا نوجد أول خطوة سين بار بالنسبة لي باجي بحكي مجموع قيم سين على عددها يعني باجي بحكي سين بار بتساوي اثنين زائد خمسة زائد ثمانية زائد سبعة زائد ثلاثة عددها قيمة قيمتين ثلاثة أربعة خمسة مجموحهم على عددهم هاي اثنين زائد خمسة زائد ثمانية زائد سبعة زائد ثلاثة عددها نجمع القيم الاثنين والثمانية عشرة وعندي خمسة هاي 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 خم ستة ثمانية زاء تسعة زاء عشرة زاء سبعة على خمسة ستة ثمانية بالنسبة انها اربعة عشر و تسعة ثلاث وعشر وعشرى ثلاث وثلاثين زائد سبعة اربعين على خمسة الجواب بالنسبة انها صار صاد بار بساوي أربعين على خمسة عبارة عن ثمانية هذا اول اشي بنعمله بسؤال معامل ارتباط لما يعطينا جدول أول شغلة بنعملها إيجاد سين بار بجمع قيم سين بالجدول وبقسم على عددها بيطلع معي قيمة سين بار كذلك الأمر بالنسبة لصاد بار بجمع قيم صاد وبقسم على عددها بعطيني صاد بار هسا الخطوة الثانية لنعملها تكوين الجدول هذا الجدول بإيش بساعدني بساعدني بإيجاد القيم اللي أنا بدي أعوضها في قانون معامل الارتباط بيرسون هذا الجدول بتكون من قيم سين اللي هو معطينا إياها أصلا بالسؤال وقيم صاد أيضا معطينا إياها بالسؤال لو كتبنا بداية قيم سين وصاد لدينا قيم سين هاي معطيني الاثنين الخمسة الثمانية السبعة والثلتاش معطينا أيضا قيم صاد في السؤال الستة الثمانية التسعة العشرة والسبعة هسا هون بعد هون على طول باجي بحكي سين ناقص سين بار هاي من وين جبناها موجودة عندي في القانون بدنا نوجد سين ناقص سين بار بالنسبة لدينا نحن اجدنا سين بار واوجدنا صاد بار سين بار طلعت معنى قيمتها سبعة صاد بار كانت قيمتها بتساوي ثمانية أول اشي باجي بحكي سين ناقص سين بار كل قيمة لأسين بدي أطرحها من المتوسط الحسابiene الرحيط اللي هو بيمثلي صاد بار فأول اشي باجي بحكي اثنين ناقص سبعة هاي بالنسبة لنا سالب خمسة بعدين هاي واحد 7 ناقص 7 بالنسبة لنا سفر 13 ناقص 7 الجواب 6 هاي خلصنا ايجاد سين ناقص سين بار الخطوة البعديها ايجاد صاد ناقص صاد بار يلا صاد ناقص صاد بار هسا قيم صاد بدنا نترحها من صاد بار باجي بحكي 6 ناقص 8 بالنسبة لي سالب 2 8 ناقص 8 سفر 9 ناقص 8 واحد 10 ناقص 8 12 7 ناقص 8 سالب 1 هيك احنا اوجدنا له سين ناقص سين بار صاد ناقص صاد بار هاي القيم اللي في الجدول كل سؤال بتعلق في معامل الارتباط بيرسون ويكون معطينا جدول لازم نوجد له هاي القيم طيب نكمل الجدول هيك ما خلص بالنسبة انه فيه كمان قيم بدنا نوجدها بدنا نوجد على حسب القانون سين ناقص سين بار تربية هي سين ناقص سين بار تربية سين ناقص سين بار احنا اوجدناها القيم الأولى سالب 5 سالب 5 تربية 25 سالب 2 تربية 4 1 تربية 0 تربية 0 6 تربية باجي بحكي مجموع سين ناقص سين بار بدي أجمع هاي القيم 25 و 4 29 31 36 مجموحهم 6 و 60 هس هون بدنا نوجد كمان صاد ناقص صاد بار تربية باجي بحكي سالب 2 تربية 4 0 تربية 0 1 تربية 1 2 تربية 4 سالب 1 تربية 1 وبجمع هاي القيم باجي بحكي 4 زائد 1 5 زائد 4 9 زائد 1 هاي مجموحهم 10 بظل علينا آخر قيمة لازم نوجدها بالنسبة إنها في الجدول اللي هي عبارة عن سين ناقص سين بار ضرب صاد ناقص صاد بار نيجي بنحكي سين ناقص سين بار ضرب صاد ناقص صاد بار القيمتين هذول هاي سين ناقص سين بار وهي صاد ناقص صاد بار باجي بحكي سالب 5 ضرب سالب 2 قيمتها بالنسبة إنها هاي 10 يلا سالب 2 ضرب 0 هاي بالنسبة لي 0 1 ضرب 1 هاي هون الجواب 1 0 ضرب 2 بالنسبة إنها الجواب 0 6 ضرب سالب 1 سالب 6 هسا باجي بحكي بدي أوجد المجموع 10 زائد 0 10 زائد 1 11 زائد 0 11 زائد سالب 6 الجواب بالنسبة إنها 5 بيظل علينا آخر خطوة في الحل اللي هو تطبيق معامل الارتباط بيرسون فبنيجي بنحكي حسب القانون رابط ساوي هي مجموع سين ناقص سين بار ضرب صاد ناقص صاد بار على الجذر التربيعي لمجموع سين ناقص صاد بار تربيع في مجموع صاد ناقص صاد بار تربيع منعوض كل قيمة مكانها في القانون بداية البسط عبارة عن مجموع سين ناقص صاد بار ضرب صاد ناقص صاد بار باجي بحكي سين ناقص صاد بار من الجدول ضرب صاد ناقص صاد بار مجموحهم بالنسبة إلي طلع خمسة فهي بخط مكانهم خمسة على الجذر التربيعي لمجموع سين ناقص صاد بار تربيع منيجي بنحكي سين ناقص صاد بار تربيع مجموحها 66 هاي مكانها 66 ضرب بالنسبة إنه مجموع صاد ناقص صاد بار تربيع صاد ناقص صاد بار تربيع مجموحة عشرة فالجواب بالنسبة للناره بساوي خمسة على جذر الستمية وستين وهيك إحنا منكون أوجدنا معامل الارتباط بيرسون وهيك إحنا منكون حلينا هذا السؤال باستخدام معامل الارتباط بيرسون شفنا كيف إحنا منكون الجدول هاي القيم اللي أوجدناها بالجدول سينوصاد بتكون معطى من السؤال احنا بيظل علينا نوجد سين ناقص سين بار صاد ناقص صاد بار ونربح هاي القيم اللي هي سين ناقص سين بار تربيع صاد ناقص صاد بار تربيع ونوجد حاصل ضربهم سين ناقص سين بار ضرب صاد ناقص صاد بار وهيك احنا بالنسبة انه منكون اوجدنا معامل الارتباط بيرسون نيجي على سؤال رقم اثنين بحكينا احسب معامل الارتباط بيرسون للجدول الاتي معطيني قيم لسين ومعطيني قيم لصاد زي ما حكينا في بداية الدرس أول خطوة لإيجاد معامل الارتباط بيرسون إيجاد سين بار اللي هو بمثلي مجموعة قيم سين المعطين إيها على عددها يلا مجموحها هاي سبعة زائد ثمانية زائد خمسة زائد أربعة زائد ستة على عددهم واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة هاي على خمسة فسين بار بالنسبة لنا بتساوي سبعة زائد ثمانية خمسة عشرين زائد أربعة أربعة وعشرين وستة صار عنا ثلاثين على خمسة الجواب بالنسبة إنا سين بار بتساوي ستة الخطوة الثانية إيجاد ساد بار وتساوي مجموعة قيم ساد على عددها فباجي بحكي قيم ساد عندي عشرة وعندي تسعة وسبعة وستة وثمانية على عددهم واحد اثنين ثلاث أربعة عندي خمس قيم لصاد فصاد بار بالنسبة إينا بساوي عشرة زائد تسعة 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 عشر زائد سبعة ستة وعشرين زائد ستة ثمانية عشرة زائد تسعة تسعة عشر زائد سبعة بالنسبة إينا ستة وعشرين وستة ثنين وثلاثين وثمانية أربعين على خمسة فصاد بار بالنسبة إينا بتساوي أربعين على خمسة اللي هو قيمته ثمانية أول خطوة أوجدنا سين بار الخطوة الثانية أوجدنا ساد بار الخطوة الأخيرة اللي هي تكوين الجدول هاي عنا هون الجدول هاي قيم سين وصاد قلنا لازم نوجد سين ناقص سين بار ساد ناقص ساد بار سين ناقص سين بار تربيع ساد ناقص ساد بار تربيع وحاصل ضرب سين ناقص سين بار ساد ناقص ساد بار بداية سين ناقص سين بار هاي عندي سين بار اوجدناها قيمتها ستة ساد بار اوجدناها قيمتها ثمانية نجيب نحكي سبعة ناقص ستة سين ناقص سين بار سبعة ناقص ستة هاي واحد 8 ناقص 6 هي بالنسبة اننا 2 5 ناقص 6 سالب 1 4 ناقص 6 سالب 2 6 ناقص 6 هي بالنسبة انها 0 هسا صاد ناقص صاد بار 10 ناقص 8 qui path 9-8 1 7-8 سالب 1 6-8 سالب 2 8-8 هذه بالنسبة انها 0 هسنا نوجد سين ناقص سين بار تربيع طب هاي سين ناقص سين بار بيظل علينا نربح هذه القيم 1 تربيع 1 2 تربيع 4 2 ضرب 2 2 تربيع هي عبارة عن 2 ضرب 2 الجواب 4 سالب 1 تربيع هذه بالنسبة انها 1 سالب 2 تربيع هذه 4 0 تربيع هي بالنسبة انها 0 المجموع 1 زاد 4 5 زاد 1 6 زاد 4 مجموحهم هي بالنسبة انها 10 نجي نحكي صاد ناقص صاد بار تربيع هي صاد ناقص صاد بار بيظل علينا نربع القيم 2 تربيع الجواب 4 الواحد تربيع 1 سالب 1 تربيع ايضا 1 سالب 2 تربيع 4 0 تربيع 0 منجمح هذه القيم 4 زاد 1 5 زاد 1 6 زاد 4 هاي مجموحهم 10 اخر شغلة لازم نعملها في الجدول اللي هي حاصل ضرب سين ناقص سين بار فصاد ناقص صاد بار 1 ضرب 2 هاي بالنسبة اني 2 2 ضرب 1 هاي بالنسبة اني 2 سالب 1 ضرب سالب 1 بالنسبة اني الجواب 1 سالب 2 ضرب سالب 2 4 0 ضرب 0 0 مجموح هذه القيم 2 زاد 2 4 زاد 1 5 زاد 4 وهي بالنسبة اني 9 ضل علينا فقط ايجاد معامل ارتباط بيرسون معامل ارتباط بيرسون قانونه زي ما حكينا رابط ساوي مجموع سين ناقص سين بار فصاد ناقص صاد بار على الجذر التربيعي لمجموع سين ناقص سين بار تربيع في مجموع صاد ناقص صاد بار تربيع بداية مجموع سين ناقص سين بار فصاد ناقص صاد بار هاي عندي هون سين ناقص سين بار صاد ناقص صاد بار مجموحها طلع معي 9 منعوض مكانها 9 على الجذر التربيعي عندي سين ناقل سين بار تربيع من القانون مجموع سين ناقل سين بار تربيع هذه سين ناقل سين بار تربيع مجموحة العمعية 10 هذه 10 ضرب مجموع ساد ناقل ساد بار تربيع أيضا قيمتها 10 فبالنسبة لنا را تساوي 9 على جذر 10 ضرب 10 مية را تساوي 9 على جذر المية الجواب 10 وهكذا طلعنا معامل الارتباط بيرسون نيجي هون عندنا على سؤال رقم 3 بحكي لنا جد معامل الارتباط بيرسون بين سين وصاد هون مش معطينا جدول زي المثال الأول والثاني هون معطينا مجموع سين ناقل سين بار تربيع 36 معطيني مجموع ساد ناقل ساد بار تربيع قيمته 64 ومعطيني مجموع سين ناقل سين بار في ساد ناقل ساد بار قيمته تساوي 16 عشان نوجد معامل الارتباط بيرسون علينا فقط كتابة القانون والتعويض مباشرة فبالنسبة إلينا رابط تساوي هي عبارة عن مجموع سين ناقل سين بار ساد ناقل ساد بار على الجذر التربيعي لمجموع سين ناقل سين بار تربيع في مجموع ساد ناقل ساد بار تربيع بتبقى علينا بس تعويض القيم في هذا القانون فباجي بحكي مجموع سين ناقص سين بار صاد ناقص صاد بار هاي معطيني اياه قيمته بالنسبة اللي بتساوي 16 هاي 16 على الجذر التربيعي يلا مجموع سين ناقص سين بار تربيع قيمته 36 ضرب مجموع صاد ناقص صاد بار تربيع قيمته 64 را بالنسبة اللي بتساوي 16 على بما انه هون تحت الجذر انه عددين وبناتهم اشارة الضرب بأجيب أحكي جذر الست وثلاثين الجواب ستة ضرب جذر الاربع وستين الجواب ثمانية بأشوف شوفي عندي اختصارات بقدر أختصر الستاشة مع الثمانية بتبقى عندي اثنين الاثنين مع الستة بقدر أختصرها بتبقى عندي واحد في المقام ثلاث فبالنسبة إلينا معامل الارتباط بيرسون را بساوي واحد على ثلاث وبهاي الحال يحنا أقدرنا نوجد معامل الارتباط بيرسون نيجي على سؤال رقم أربع بنفس الطريقة ماعطينا مجموع سين ناقص سين بار تربيع قيمته 1600 ماعطينا مجموع صاد ناقص صاد بار تربيع قيمته 36 ماعطينا مجموع سين ناقص سين بار ضرب صاد ناقص صاد بار بساوي 180 حكينا لما يعطينا المجميع جاهزة بالسؤال كل اللي علينا نعمله فقط كتابة القانون بالنسبة لنا قانون معامل الارتباط بيرسون رابط ساوي مجموع سين ناقص سين بار في صاد ناقص صاد بار على الجذر التربيعي لمجموع سين ناقص سين بار تربية في مجموع صاد ناقص صاد بار تربية تبقى علينا فقط تعويض القيم في هذا القانون مجموع سين ناقص سين بار في صاد ناقص صاد بار قيمته 180 هي سين ناقص سين بار ضرب صاد ناقص صاد بار قيمته 180 على الجذر التربيعي مجموع سين ناقص سين بار تربيع هي سين ناقص سين بار تربيع مجموع حقيمته 1600 ضرب مجموع صاد ناقص صاد بار تربيع معطينا إياها 36 رابط ساوي 180 على حكينا عندي عددين تحت الجذر التربيعي بناتهم إشارة ضرب بوجد الجذر لكل قيمة فيهم عندي سفرين أخذنا منهم واحد الجذر التربيعي للستاش أربعة فالجذر التربيع للألف وستمئة هو عبارة عن الأربعين ضرب جذر التربيع للستة وثلاثين الجواب بالنسبة إنا ستة في عنا اختصار بين السفر والسفر الثمنتاش والستة بتبقى عندي ثلاث فبالنسبة إلي را اللي هو معامل الارتباط بيرسون الجواب بساوي ثلاث على أربعة وهيكي احنا منكون أوجدنا معامل الارتباط بيرسون لهاي المسألة نيجي على سؤال خمسة بحكي لنا احسب معامل الارتباط بين المتغيرين سين وصاد القيم المبينة في الجدول الآتي هون رجعنا ومعطيني قيم في الجدول في المثالين السابقين حطينا كان المجميع المجميع بالنسبة إنا جاهزة كان عنا فقط لحل تطبيق مباشر على قانون معامل الارتباط بيرسون هون معطينا جدول وطالب مننا إحنا نحسب معامل الارتباط بيرسون للقيام فإحنا هون بدنا نكون الجدول اللي شفناهم في أول مثالين وبداية حكينا لما يعطينا جدول أول خطوة في الحل إيجاد السين بار اللي هي مجموع سين على عددها 60 زائد 70 زائد 75 زائد 95 عندي أربع قيم لسين عددهم أربع فسين بار بالنسبة إنا بتساوي 60 زائد 70 هذول مجموحهم 130 عندي 75 و95 هذول 170 130 زائد 170 عبارة عن 300 على أربع 100 على أربع 25 ضرب 3 فالجواب سين بار بالنسبة إنا 75 وهكي إحنا بدرنا نوجد سين بار بتبقى علينا إيجاد ساد بار وتساوي مجموع القيم هاي عندي 80 و190 وعندي 50 على أربع قيم فباجي بحكي ساد بار بتساوي 80 زائد 100 هذول مجموحهم 180 عندي 90 و50 مجموحهم 140 باجي بحكي 180 زائد 140 الجواب 320 على أربع كلنا بنعرف 32 تقسيم أربعة 8 والسفر بنزل زائمه فهيك إحنا أوجدنا سين بار 75 صاد بار عبارة عن 80 بتبقى علينا فقط عمل الجدول عشان نطبق على قانون معامل الارتباط بيرسون بالنسبة لنا قيم سين هي بارة عن الستين السبعين الخمس وسبعين والخمسة وتسعين وعننا قيم صاد اللي بتساوي 80 مية تسعين خمسين سين بار وصاد بار أوجدناهم سين بار قيمتها 75 صاد بار أوجدناها قيمتها 80 نكمل القيم اللي المفروض نوجدها في هاذ الجدول أول واحدة سين ناقص سين بار منيجي منحكي 60 ناقص 75 فبنسبة لنا الجواب سالب 15 70 ناقص 75 سالب 5 75 ناقص 75 هاي سفر 95 ناقص 75 الجواب 20 هسا منيجي منحكي صاد ناقص صاد بار هاي عندي صاد اللي هي 80 ناقص 80 سفر 100 ناقص 80 20 90 ناقص 80 10 50 ناقص 80 سالب 30 هسا هون بتبقى علينا إيجاد سين ناقص سين بار تربيع صاد ناقص صاد بار تربيع وحاصل ضربهم فبنجي منحكي سين ناقص سين بار تربيع صاد ناقص صاد بار تربيع سين ناقص سين بار فصاد ناقص صاد بار بداية سين ناقص سين بار تربيع سالب 15 تربيع يعني سالب 15 ضرب سالب 15 اللي هي بالنسبة إينا 225 سالب 5 تربيع عبارة عن 25 سفر تربيع سفر 20 تربيع عبارة عن 400 هسا هون نوجد مجموحهم 225 زاد 25 250 و400 بالنسبة إينا 650 هسا نوجد صاد ناقص صاد بار تربيع هاي عنا أول قيمة سفر السفر تربيع سفر 20 تربيع 400 10 تربيع هاي بالنسبة إينا 130 أو سالب 30 تربيع عبارة عن 900 هاي عنا 900 و100 ألف وعندي أربعمية مجموحهم 1400 هسا حاصل ضرب سين ناقص سين بار أول قيمة بالنسبة إينا سالب 15 ضرب سفر هاي بالنسبة إينا سفر سالب 5 ضرب 20 بالنسبة إينا الجواب سالب 100 يلا سفر ضرب 10 هاي سفر 20 ضرب سالب 30 هاي سالب 600 فالجواب بالنسبة إينا سيكون عبارة عن سفر زائد سالب 100 سالب 100 زائد سفر بتبقى سالب 100 ناقص 600 هاي سالب 700 هكي إحنا أوجدنا المجميع المطلوبة مننا لإيجاد معامل الارتباط بيرسون فبنيجي بنكتب القانون رابط ساوي هاي رابط ساوي مجموع سين ناقص سين بار صاد ناقص صاد بار على الجذر التربيعي لمجموع سين ناقص سين بار تربية في مجموع صاد ناقص صاد بار تربية بالنسبة إينا مجموع سين ناقص سين بار في صاد ناقص صاد بار طينا مع الجواب سالب 700 على الجذر التربيعي مجموع سين ناقص سين بار كان عندي الجواب طبعا تربيع الجواب 650 ضرب مجموع صاد ناقل صاد بار تربيع 1400 وهيك احنا منكون اوجدنا معامل الارتباط بيرسون من هذا المثال شفنا انه احتمال من الاربع مثل السابقة كان معنا قيمة معامل الارتباط بيرسون اللي هو بالنسبة انه راه قيمته موجبة فهذا المثال تلعت معنا قيمته سالبة فمعامل الارتباط ممكن تكون اشارته موجبة وممكن تكون ايضا اشارته سالبة بالنسبة لنا نيجي نحكي عن الشق الثاني في درسنا من معامل الارتباط بيرسون في عنا معلومات جدا مهمة لازم نكون عارفينها عن معامل الارتباط بيرسون بداية حكينا معامل الارتباط بيرسون انا برمزه بالرمز راه بحكينا هذا الرمز راه او معامل الارتباط بيرسون باخذ قيم من سالب واحد لواحد بمعنى انه راه مستحيل تكون اكبر من واحد ونفس الوقت مستحيل تكون اقل من سالب واحد بيحكينا إذا كانت قيمة را من سفر لواحد يعني قيمة موجبة بنيجي منحكي عن هذا المعامل معامل طردي إذا كانت بالنسبة لنا من سفر لسالب واحد يعني كانت الإشارة سالبة بيكون عنا العلاقة بتكون علاقة عكسية وعننا هون بالنسبة لنا عكسي بيحكينا كلما اقترب من الواحد أو سالب واحد يزداد قوة طبعا هاي الملاحظات بتيجي معظم الأسئلة عليها في الوزارة أسئلة ضع دائرة هسه بنشوف كيف بيحكينا كلما اقترب من الواحد أو السالب واحد يزداد قوة حتى يصبح تام يعني لما تكون قيمة را بالنسبة إنها بتساوي موجب واحد باجي بحكي عنه طردي تام يعني نوع العلاقة طردي تامة أو طردي تام لما يكون عندي را قيمته سالب واحد باجي بحكي عنه عكسي حكينا القيم السالب عكسي القيم الموجب طردي لكن إذا كان را قيمته موجب واحد بنحكي عنه طردي تام أو علاقة طردي تامة لما يكون را بالنسبة إلي سالب واحد باجي بحكي عنه عكسي تام اللي هو علاقة عكسية إذا كان بالنسبة إنا را بساوي سفر هون منيجي منحكي يضعف كل مقتربة من السفر حتى ينعدي هون بيكون عنا لا يوجد علاقة أو العلاقة معدومة بالنسبة إنا لمعامل الارتباط بيرسون طبعا عنا أشكال الانتشار هاي جدا مهم نكون عارفينها هاي عنا هون النقاط اللي هاي بيتمثل لسين أصاد وفي عنا هون إذا كانت النقاط بالنسبة إلي بتتجمع حوالين الخط المستقيم بحكي عن هاي العلاقة علاقة طردية إذا كان بالنسبة إنا على صورة اقتران متزايد هاي للأعلى هون كانت الرسمة بالنسبة إنا رسمة اقتران متناقص وحوالين هذا الخط بتتجمع النقاط بحكي عن العلاقة علاقة عقسية أما إذا كانت النقاط واقع على نفس الخط زي الرسم الموجود عندي هون بهاي الحالة بيكون طرد تام قيمة را اللي هو معامل الارتباط باجي بحكي قيمته بتساوي واحد هون إذا كانت عندي الخط عكسي والنقاط واقع على الخط نفسه باجي بحكي عنها علاقة عقسية تامة قيمة را في هاي الحالة بتساوي سالب واحد لا توجد علاقة لما يكون حكينا را قيمته سفر بتكون عندنا هاي الأشكال اللي بيكون فيها را سفر إما بيكون خط مستقيم موازي لمحور السينات هاي سين وصاد والنقاط واقع على الخط أو النقاط نفسها ما أخذي شكل دائري بحكي عن هاي الحالة لا توجد علاقة بالنسبة إنه بيكون معامل الارتباط را قيمته بتساوي سفر طبعا نشوف الأمثلة المتعلقة بهذا الموضوع لو أجينا هون على المثال الأول بيحكينا عند النقاط 7-7-8-6-6-5-5-8-9-4-6-4-10-3 بتقولي بتتمثل القيم المتناظرة لمتغيرين أرسم شكل الانتشار بين المتغيرين سين وصاد وحدد نوع الارتباط أو نوع العلاقة اللي بتربط بيناتهم مبدئيا عشان أحدد نوع العلاقة بدنا نكون حافظين أشكال الانتشار اللي بيمثلي العلاقات الموجودة عنا بالنسبة إنه للمتغير أو لمعامل الارتباط بيرسون لا را هون لو أجينا نرسم ونوحنا نرسم شكل الانتشار ونحدد له نوع العلاقة اللي بتربط لي بيناتهم باجي بحكي هاي بالنسبة لي هاي سين وهاي صاد هاي سين وصاد كل نقطة بتحتوي على زوج مرتب من السينات والصاد ممكن يجي بنا السؤال على صورة نقاط أو يعطينا هي على صورة جدول زي ما شفنا في الأمثلة السابقة يعني لو أجينا على المثال اللي أخذناه في البداية هون مثلا معطيني جدول ممكن يجي يقولي بمعتمدا على هذا الجدول ارسم لي شكل الانتشار وحدد نوع العلاقة إما بيكون السؤال جدول بهاي الصورة أو بيكون على صورة نقاط وما في فرق بين السؤالين طريقة الحل وحدة هاي بالنسبة لي هاي سين وصاد أزواج مرتب سين وصاد بتبقى علينا فقط نرسم مستوى السينات ومستوى الصادات ونمثل هاي النقاط تمثيل بياني هاي بالنسبة لي هاي الواحد اثنين هاي ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة هاي هون عنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ننشوف كيف احنا نرسم شكل الانتشار طبعا هون هاي بالنسبة لي هون العشرة ننشوف كيف بدنا نرسم شكل الانتشار ونحدد العلاقة بداية النقطة الاولى سبعة سبعة يعني سبعة سينات وسبعة صادات هاي بالنسبة لي السبعة على السينات وبيدي سبعة على الصادات وهاي بالنسبة لي سبعة على الصادات يلا النقطة الثانية ثمانية ستة هاي 8 بالنسبة إلي عالصينات و 6 عالصادات هاي 8 وهاي الستة رسم نقاط على المستوى الإحداثي شغل كثير سهل وبسيط 6 و 5 هاي بالنسبة إلي 8 وهاي بالنسبة إلي 5 هاي عندي هون 5 سينات وبالنسبة إلي 8 صادات عنا 9 والأربعة هاي 9 سينات وبالنسبة إلي 4 عالصادات هون بتبقى علينا الستة والاربعة هاي هون الستة هاي بالنسبة لي الاربعة هاي طبعا هي النقاط عندي العشرة والثلاث هاي العشرة بالنسبة لنا وهي الثلاث لو لاحظنا انه هاي القيم انا ما بقدر اوصل بناتهم بخط مستقيم فالخط رح يكون مش خط متزايد يعني مش علاقة ارضية رح يكون خط متناقص هذا الخط بالنسبة لي كل النقاط قريبة منه فهاي بالنسبة لنا علشان نحدد شكل الانتشار ونوع العلاقة بالنسبة لنا هيك احنا رسمنا الانتشار هاي العلاقة بتمثل لنا رسمة العلاقة العكسية فباجي بحكي عنها علاقة عكسية هاي بتمثلي نوع العلاقة والارتباط يعني نوع العلاقة بالنسبة لي علاقة عكسية قا حكينا بتكون عكسية تامة أو ترضية تامة إذا هاي النقاط كلها كانت واقع على استقامة وحده بمعنى قدرت أوصل بناتهم كلهم بخط مستقيم نيجي على المثال الثاني بحكي لي اختر رمز الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي أسئلة ضع دائرة صيغة أسئلة وزارية بحكينا أي معاملات الارتباط الآتية أقوى حكينا هون معلومة على المعاملات الأقوى بحكينا كلما اقترب من الواحد أو السالب واحد يزداد قوى حتى يصبحتها هاي المعلومة هي اللي رح تساعدنا في حل هذا السؤال بحكينا أي معاملات الارتباط الآتية أقوى بالنسبة أن أعلى عدد أكبر عدد بالنسبة لي بغض النظر عن إشارته هو بكون معامل الارتباط الأقوى عندي 7 بالعشرة سالب 9 بالعشرة ثمني بالعشرة وسالب ثمني بالعشرة أعلى قيمة التسعة بالعشرة بغض النظر عن إشارتها فبالنسبة لي معامل الارتباط الأقوى السالب 9 بالعشرة لو كان بالسؤال أي معاملات الارتباط الآتية أضعف باجي بحكي أقل قيمة اللي هو بطلع معنا الجواب 7 بالعشرة حكينا بالسؤال نعيد أي معاملات الارتباط الآتية أقوى بالنسبة أنها تكون أعلى قيمة عندي هون 9 بالعشرة بغض النظر عن الإشارة لأن الملاحظة حكيت لنا بزداد قوى إذا اقترب من الواحد أو السالب واحد أي معاملات الارتباط الآتية لو كانت صيغة السؤال أضعف نأخذ السبعة بالعشرة هون بحكي لنا يمثل الشكل المجاور بفرعباء شكل الانتشار بين المتغيرين سين وصاد هون العكس ومعطين الرسمة بحكي لنا ما هي أقرب قيمة لمعامل الارتباط بين المتغيرين سين وصاد بداية شكل الانتشار حكينا هيك تزايد معناته لازم تكون القيمة موجبة هاي أول شغلة بدنا نعرفها لازم تكون عندي موجبة معناته القيم السالبة بالنسبة لي من الحل ده تكون مرفوضة ما رح تكون ضمن خياراتي النقطة الثانية قلنا لو كانت النقاط بتقع على الخط باجي بحكي عن رابي ساوي واحد لكن هون النقاط ما بتقع على الخط معناته الواحد أيضا ده استثني الجواب بالنسبة لي رح يكون السبعة بالعشرة وبهاي الطريقة بقدر أحدد أقرب قيمة لمعامل الارتباط بين المتغيرين بالاعتماد على شكل الانتشار اللي بيكون معطينا ياه بالسؤال بالنسبة أن هاي الملاحظات اللي حكيناها هون هاي الأسئلة اللي احنا ممكن نشوفها على هاي الملاحظات أنه يعطينا نقاط حكينا ياه بعطينا نقاط أو جدول وبقولنا نرسم الانتشار ونحدد العلاقة مما بعطينا معاملات ارتباط وبقولنا أني الأقوى أو أني الأضعف أو بعطينا شكل الانتشار وبقولنا أقرب قيمة لمعامل الارتباط نيجي على الفكرة الثالثة والأخيرة في درس معامل الارتباط بيرسون بيحكينا أثري التعديلات على معامل الارتباط بيرسون بيحكينا إذا كان معامل الارتباط بين المتغيرين سين وصاد را يعني قيمته معلومة بالنسبة لي عدلت القيم على حسب علاقات العلاقة الجديدة اللي هي سين ستار سين نجمة فوقيها بتساوي ألف سين زائد با صاد ستار صاد فوقيها نجمة جيم الصاد زائد دال بيقولي معامل الارتباط الجديد أنا عندي معامل الارتباط عدلت على القيم معامل الارتباط الجديد بيظل زي ما هو إذا كانت عندي إشارة ألف وجيم متشابهات مين هم ألف وجيم اللي هي معامل سين في المعادلة الأولى ومعامل صاد في المعادلة الثانية إذا كانت إشاراتهم متشابهين را قيمتهم تبقى زي ما هي بحكي لنا سالب را يعني بضربه بإشارة سالبة إذا كان ألف وجيم إشاراتهم مختلفتان ونشوف كيف بدنا نحل هذا المثال باستخدام هاي القاعدة بحكي لنا إذا كان معامل الارتباط بيرسون بين الـ 18 بالـ 10 هاي معطيني القيمة فجد معامل الارتباط في كل مما يأتي بداية في المعادلة الأولى هم عدل عدل للقيم على حسب علاقتين جدال باجي بحكي سين معامل موجب صاد بالنسبة لمعامل موجب را تبقى كما هي فرا بالنسبة لي سالب 8 بالـ 10 هاي قيمة را الجديدة هاي خلصت حل السؤال نيجي على فرع اثنين سين إشارتها سالبة صاد إشارتها سالبة الإشارات متشابهة را بالظل زي ما هي هاي را سالب 8 بالـ 10 رقم ثلاث سين معامل إشارته سالبة صاد موجب صار عندي اختلاف سين سالب وصاد موجب قلنا إذا كان الإشارات مختلفة منضرب را بإشارة سالبة أو بعكس إشارتها را سالب 8 بالـ 10 نعكس إشارتها بتصير را بالنسبة لنا 8 بالـ 10 وهي كي احنا بنكون حلينا هاي المسألة نيجي على آخر واحدة معطينا سين ستار بتساوي سالب بين قسين 4 ناقص سين هون أول خطوة فك الأقواس فك للأقواس بتوزيع السالب على القوس فبتصير عندي سالب أربعة سالب ضرب أربعة سالب أربعة سالب ضرب سالب سين بتصير عندي زائد سين عندي معادلة صاد ستار زي ما هي بدون أي تعديل في المعادلة الأولى إشارة سين موجبة في المعادلة الثانية إشارة صاد موجبة را ببقى كما هو سالب 8 بالـ 10 الإشارات متشابهة طبعا ما بيصير آجي أحكي والله سين هاي هون عندي سالب الخطوة الأولى المفروض أعملها نفق الأقواس نيجي على المثال الثاني بحكينا إذا كان معامل الارتباط بيرسون بين المتغيرين 85% هذا بالنسبة لنا را فجد معامل الارتباط بين سين ستار صاد ستار هاي المقصود فيها بعد تعديل القيم معطينا في أول معادلة إشارة سين سالبة وصاد سالبة حكينا إذا كانت الإشارات متشابهة را قيمته زي ما هي هاي 85% على المعادلة رقم 2 أو فرع 2 هاي سين موجب صاد موجب را زي ما هي 85% نيجي على رقم ثلاث والأخيرة سين إشارته سالبة صاد بالنسبة لي إشارته موجبة را بعكس إشارتها كانت را بالنسبة لي 85% باجي بحكي سالب 85% لأن القاعدة بتقول لي سالب را يعني بعكس الإشارة أو بضربها بسالب واحد إذا كانت الإشارات مختلفة هذا كل شي بالنسبة لدرس معامل الارتباط بيرسون ويعطيكوا لعافي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر